ترجمة نانسي قنقر لذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر رفاع اليوم الفريق بحري صمويل بابارو قائد القوات البحرية بالقيادة المركزية الأمريكية قائد الأسطول الخامس حيث نوه سموه بأهمية مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة على مختلف الأصعدة لما فيه خير وصالح البلدين والشعبين الصديقين وبما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وخلال اللقاء تم استعراض عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية